السلام عليكم و شلونكم و ان شاء الله بخير معكم احمل اجاكم فيديو جديد و بهذا الفيديو راح نحن للمشكلة الماوس و الكيبورد بلعبة جي تي اي سان اندرياس فدعمونا بلايك و يشرفونا بالقناة و فعلوا زر التنبيهات و خلوني نبدأ فنفوت على اللعبة بعد ما نفوت اسألنا بضبط كل شي فراح نحط اوشين كنترول و راح اعيد ضبط كل شي يعني ترجع مثل اول وجديد نعطي نيو بيق فساة دخلنا على اللعبة الساعة ننزل لجوه تطلع الفارة ننزل الفارة لجوه يطلع لفوق نارفاع يتنسي لجوه فاش راح نعمل نحن نفوت على اوبشين اوبشين كنترول ستاب بالاصلية تكون هنا اول واحدة كنترول كونترول كونترول هاي بفهمتم عليها هاي اول واحدة هي تكون شي جوي باي نقص عليها نخليها ماوس و كيبورد و نفوت على جوه ثالث واحدة ماوس ستينج و هنا ادك اول بشغلة ادك اول واحدة هاي الحساسية ماانا دخل بيها ننزل لجوه تكون اون نقص عليها اوف مشان نشل اوف داحق هسان رجعت نظاميه انا نزل لجوه تنزل اوف على اوبشين نشي نحط اول واحدة نرجع على كونترول و نفوت ماوس ستينج هدا كايد تكون اوف هي بالاصل تكون اون نحط اوف حلو وايف لي و نقص عليها نرجع اول واحدة هلو بيعدك هنا كونترول و هنا لما تشيل السلاح تلاقي ما يضع فا ايش نعمل هاي الفيار يعني اطلق نعطيه نعطيه زر الفارة اليسار صار هنا الاند فعندك هنا شغلة مهمة تابع هنا جومب جومب يعني القفز القفز معمول هو باللايا طعم صدعنا بيبشيك نقبس بالمسطرة نخليها هنا السبرينت يعني السرعة نقبسه مرة و نعمله بالشيك عرفتم بس عمفو نشوف بس عمفو بس عمفو بس عمى تشتغل الفارة ايش نعمل بس عمفو بس عمفو بس عمفو بس عمفو نقبسه ايشي دويشي بس عمفو بس عمفو بس عمفو بس عمفو و بس عمفو بإس vamos نقبسة بس عمفو بس عمفا و نغيب بس عمفو نشف و إن رابطت واعملوا نفسك و بس عمفو بس كل خاذت ببتلاعيه و tyreet بالقناة والسلام عليكم.